ليس سهلا على مطبخ التحليل والاستنتاج أن يعرف مقادير التركيبة السياسية العراقية إذ يتربع العراق على رأس الجدل والأحداث المتسارعة منذ 2003 ما يثير زوبعة في مربع القرار السياسي في البلاد المنهك بالبحث عن سيادته الكاملة بفعل تغلغ لمصالح الدول المتناحرة على مقدراته لذا فإن المتابع للحدث العراقي بجدارة يعرف جيدا أن مهمة رئيس وزراء محفوفة بمخاطر جمع منها ما يحيكه النفوذ الخارجي الذي تذهب أصابع الاتيام فيه بدلائل توثقها المصادر والدول الكبرى إلى إيران التي تغلغل نفوذها بميليشيات موالية لها يضاف لهذا كله انتفاضة الشارع العراقي التي رفضت المشهد السياسي بشخصه ورموزه ونظامه ما فرض واقعا صعبا أمام مشوار رئيس وزراء جديد فوصل مصطفى الكاظمي الصحفي العراقي لم يكسر قلمه هذا قول تؤكده قائمة أكثر الشخصيات المؤثرة لعام 2020 التي اختير الكاظمي من ضمنها الباحث في تسلسل مناصب الرجل القيادي يرى أنه بدأ كاتبا ومر بمنصب مدير المخابرات ثم عاد ليكتب ما أراده في أكثر جولة مكوكية حققها في فترة قياسية لم يكن الأمر سهلا فالشارع العراقي الفاقد للثقة بالمشروع السياسي لم يشفع للضغط الذي تواجهه الحكومة سيمان الكاظمي دخل عش الدبابير محاربا للفساد الإداري ومسافرا إلى المحيط العربي والعالمي ورابطا ما بينهما بقرارات النزول إلى الشارع والسعي إلى حفظ هيبة العراق الدولة لا تبنى بالانتقام الدولة تبنى بالقضاء وتبنى ضمن مفهوم المواطنة أما النقطة التي تنهي خلاصة القول لم توضع بعد فما زال في الوقت بقية يريد الكاظمي أن يثمن لغة الهدوء فيها مترفعا عن إساءات وتهديدات متكررة معظما اسم العراق ومصلحاته العليا فوق أي اعتبار ترجمة نانسي قنقر